معنا من بيروت مسؤولة العلام والتواصل في الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر لمنطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا السيدة مي الصائغة أهلا بك سيدة مي معنا على سكاي نيوز عربية إذن سيدة مي يعني حدار كبير في مستوى الخدمات الإنسانية في قطاع غزة هناك توقف أيضا من دخول مساعدات من معبر رفح وأوضاع متردية بشكل كبير هل من أي أنباء لديكم أو أخبرتكم أي أطراف من قبل الولايات المتحدة أو إسرائيل أو أي طرف آخر بوجود الهدن الإنسانية هل لديكم أي أخبار حول توقيتها أو متى ستحدث؟ نعم نباح الخير لحضرتك و للمشاهدين الكرام للأسف مثل ما حضرتك تفضلت اليوم الواقع الإنساني بغزة كارثة على كل المستويات نحن كاتحاد دولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر هو تنسئنا عبر مكتبنا بيجونال مع كل البعثات الدبلوميسية وعواصم الأرار ومن خلال جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر أكيد نحن من طالب يكون في هدن الإنسانية اليوم بدخول المساعدات لأنه الوضع على الأرض كارثي على كل المستويات اليوم ما في مكان آمن بغزة حتى الدعوات للنزوح من منطقة إلى أخرى هذا يعرض الناس للخطر وما في اليوم للأسف ولا حتى بالمستشفيات ولا حتى بالمراكز الإيواء ما في مطرح آمن بغزة هذا الأمر يعني بتوقف على المفاوضات الدبلوميسية والاتصالات بس نحن كدورنا اللي منقدر نعمله هو المناشدة ودعوة الدول وعواصم الأرار ليكون في احترام اليوم للمدنيين ليكون في دخول للمساعدات الإنسانية ولسيما إلى شمال غزة ومحافظة غزة يعني اليوم نحن عم نشوف بعض المساعدات الإنسانية عم تدخل مشكورة كل الدول وجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر اللي عم تأمنها الدعم ولكن هذا الأمر لا يزال غير كافي ونحن عم نشوف قدية المستشفيات اليوم عم تخرج عن الخدمة أكثر من 18 مستشفى و32 مركز هن اليوم بلا وقود وبلا معدات طبية يعني بلا أدوية لا يقدروا هن يتابعوا عملهم الإنسانية لكن سيدة مي سألتك عن الهدن هل هناك أي أخبار عن الهدن؟ يعني آلياتها متى ستحدث؟ يعني مثل ما سمعنا نعم نعم يعني هذا الأمر مطروح بالأرويق الدبلوماسية وبالمفاوضات بعيد دول فين حكى عن هدن بهذا نهاية هذا الأسبوع ولكن هذا مثل ما قلت لك يعني مش نحن كاتحاد دولي نقدر نعرف بالضبط نحن عام الناشد ليكون فيه أمان للناس للعمليات الإنسانية بغزة للناس المدنيين بسيدة خاضة على عواصم الأراضي طيب سيدة مي الاحتياجات اليوم هناك احتياجات كبيرة جدا ما يدخل من شاحنات عبر معبر رفح متواضع بشكل كبير وذلك بسبب الإجراءات الإسرائيلية ما الوضع الآن بالنسبة لمعبر رفح وبالنسبة للاحتياجات داخل قطاع غزة؟ نعم يعني اليوم اللي عم تدخل المساعدات هي بوتيرة ضئيلة نسبيا حسب الحاجات على الأرض نحن بنعرف قبل نزاع المسلح لغزة اللي بدأ بسبعة أكتوبر كان بمعدل مية لأربعمائة شاحنة بنهار نحن عم نشوفها مزيد من الشاحنات عم تدخل بالأمس دخل مية وست شاحنات شفنا جمعية الهلال الأحمر الكويت كمان أرسلت خمس سيارات إسعاف عم نشوف الهلال الأحمر المصري عم يتولى تنسيق هذه المساعدات بالتعاون مع الهلال الأحمر الفلسطيني وقدخالها إلى غزة ولكن اليوم هذه المساعدات اللي عم تدخل هي مواد غزائية مواد طبية عم ندخل أدوية ولكن للأسف يبقى العنصر الأهم وهو أمر حيوي لاستمرار العمليات الإنسانية هو الوقود نحن شفنا بالأمس زومنا لقنا بالهلال الأحمر الفلسطيني بمستشفى القدس أعلنوا وقف العمليات الجراحية بالمستشفى المولد الأساسي الكبير بالمستشفى توقف عن الخدمة يعملوا ترشيد لأستهلاك الطاقة ما عم نستخدمه المكيفات ما عم نستخدمه المساعد عم بحاولوا قدمة فيهم يعني تخيل أنه وقف العمليات الصور بترنيم المغناطيس بالرنين المغناطيسة توقفت كل الخدمات الأساسية عم بحاولوا يأمنوا الحد الأدنى من اليوم الخدمات الطبية اليوم من دون وقود عم يدخل إلى غزة الماء ما بنقدر نكررها الماء عم تختلط بمياه الصرف الصحة الماء اليوم عم تشرب مياه مالحة وهذا له تدعيات كثير سنبية على حياة الناس بموضوع المخابس طب المخابس لا تقدر تعمل طب أنت تأمن القوت اليومي للناس لا تحميهم من مجاعة إذا ما في وقود ما في إمكانية لهذا الأمر فكل الأمور هي مثل حلقة يعني كل الأمور مترابطة لإنسانية ومن دون وقود اليوم هيدا مناشدتنا أن يكون الوقود في عداد اليوم المساعدات اللي بتدخل إلى قطاع غزة بدأ أعطيك على سبيل المثال بشمال غزة وبمحافظة غزة ما عم تدخل المساعدات الإنسانية عم تدخل لدير البلع عم تدخل بشكل تمانا ضائل يعني مش عم ندخل إنه نحكي مساعدات بشكل ضخم عم تدخل لرفع وعم تدخل لخان يونس ولكن للأسف اليوم بشمال غزة وبمحافظة غزة هاي المساعدات ما عم تدخل يعني زملائنا عم بناشدونا بالهلال أحمل فلسطيني بمستشفى القدس الوضع كارثي على كل المستويات من ناحية الغذاء من ناحية المياه يعني شفت حضرتك المحيط التعرض له المستشفى القصر المتواصل اليوم ما مر واحد بيقدر يوصل للمستشفى وهيدا وعر اليوم المستشفى عم توقع يعني سيارات الإسعاف خارج الخدمة معظمة الفرقنا على الأرض عم تحاول يتقدم هيدا الاستجابة بس بدول هيدا الأوضاع يعني هيدا يكاد من المستحيل اليوم أنه هيدا الفرق تقدر تواصل عمالا شكرا لك من بيروت مسؤولة الإعلام والتواصل في اتحاد دولي جماعات الصليب الأحمر والهلال الأحمر لمنطقة شرق الأوسط وشمال أفريقيا سيدة مي الصائق شكرا لكم